السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 10 من الفصل الخامس هنتكلم على التطبيقات الصناعية للديفيوجن أو تطبيقات الديفيوجن في الصناع بالحقيقة عندي 3 تطبيقات مهمين جدا عندي تطبيق اسمه كاربرايزنج أو الكاربانا أن أنا أزيد نسبة الكربون في سطح الماء وليكن الصلب في الغالب بتتم هذه العمليات للصلب للناحية التانية أن أنا أدخل نيتروجين برضو عشان أزود الخواصة السطحية للصلب أو أن أنا أزوج ما بين الكربون ونيتروجين مع بعض تعال نشوف الطريقة الأولانية اللي اسمها الكاربرايزنج الطريقة في الحقيقة بتتم على النحو التالي نمرة واحد يعني أول شيء بحط الجزء اللي أنا عاوز أعمله عملية كاربرايزيشن وأحوطه به مصدر من مصادر الكربون وليكن الشيركول أو الفحم بعد كده بسخن لدرجة حرارة الأستنايت ليه الأستنايت؟ لأنه عند الصلب هنا بيكون في الـ FCC وبالتالي الـ Diffusion فيه يكون أحسن تاني خطوة خلاص أول خطوة خلاص تاني خطوة شيركول فارمت CO2 جاهز which react with the excess carbon in شيركول to form CO أبو السلاقي من شيركول ده بيكون CO2 ساني أفسير الكربون اللي يتفاعل بدوره مرة تانية مع الكاربون المببوط في الفحم فينتج CO الخطوة رقم ثلاثة CO reacts with low carbon steel service to form atomic carbon CO يبدأ يتفاعل مع الكربون اللي موجود داخل هذا low carbon steel ويبدأ يكون atomic carbon الخطوة اللي بعد كده atomic carbon diffuse into the service يبدأ الـ atomic carbon يحصل diffusion داخل السيرفز وبعد كده most than be quenched to get hardness بعد كده نطلع الجزء بتاعنا أو الشغلة بتاعتنا ونعمل له عملية quenching زي ما احنا شايفين ويمكن الجهاز اللي باقي لنا هنا عندنا high temperature كل زي ما قلنا ان انا بستخدم درجة حرارة عالية بتحوله او خيات الى CO2 CO2 تفعل مرة تانية ديني كربونه زي ما شرحنا الخطوات المختلفة طيب تعالوا نشوف دلوقتي مجموعة الكربات اللي قدامنا بتعبر عن ايه اول حاجة ده بيعبر عن تأثير الكربورايزنج temperature in case dips case dips اللي هي طبقة الايه او سمك طبقة الايه الكربورايزنج او طبقة الكربونه اللي داخلت جوه وعمل الكربورايزنج طبعا الاحظ ان انا كل ما زادت درجة الحرارة بيزيد الايه السيكنيس بتاع الايه الكربورايزنج وده منطق لان كل ما زادت درجة الحرارة معناها بيحصل ايه معناها بيحصل اكتيفاشن انرجي اعلى فبتدي فرصة لنسبة الكربون اعلى تخش داخل الصل الحاجة التانية بلاحظ ان البيك كربورايزنج كل ما التايم يزيد بتزيد عملية الديفيوجن وده شي طبيعي ان احنا قلنا ان الديفيوجن time dependent and temperature dependent وبالتالي الاثنين بيزودوا عندي الصلاة وبالتالي بيزود عملية الكربورايزنج تعالوا نشوفوا الرسمة التانية determination of carburized or carbonite gas dips by microhydrate survey بقينا برضو هنا ان انا عندي هنا لما اجيشوف السطح بتاع الايه بتاع المادة اللي انا عملتها كربورايزنج او كربونايت رايدنج حد ابص لها عندي هنا الhardness دي الرسمة عبارة عن الhardness مع ايه distance بتاعت السيربس الاقي ان انا على السطح الاقي اعلى ما يمكن صلاة اللي انا اتحصلت عليه بعد كده اقول لي مبعد عن السطح شوية الاقي الصلاة بتقل 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 لغاية لما يبقى عندي ايه اقل ما يمكن داخل الايه السيربس طيب معنى كده ايه معنى كده ان عندي ده الـ effective عندي الخط ده بيعبعة عنه effective case dips يعني هنا يعني اكتر حتة تأثرت لغاية اكبر حتة تأثرت بعملات الايه الـ diffusion اللي حصل وبالتالي اللي هاردنز بدعتها زادت تمام؟ اما هنا عندي total case dips لان خلاص بعد كده احس ان كأن الصلاة بدأت تثبت عندي وبالتالي يبقى نهاية الكيس ديبسة هنا عندي عند هذه النقطة